ها مجموعة من الأحياء بالبيضاء ستشهد القطعا في التزاود بالماء شاروب من المرتقب أن تشهد مجموعة من الأحياء بمدينة البيضاء مساء اليوم الخاميس من قطعا في التزاود بالماء الصالح للشرب وذلك وفقا لما أعلنته مقاطعة المعارف بالعاصمة الاقتصادية وقالت مقاطعة المعارف في منشور على صفحتها بالفيسبوك أنه في إطار مشروع إنجاز الخطس الثالث والرابع لترامويد ضرب بيضاء ستعرف ليلة الخميس 10 دجمبر 2020 إنجاز أشغال تحويل شبكات الماء الشاروب على مستوى تقاطع شارع محمد السادس وشارع الخليل وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية 11 صباحا من يوم شمع 11 دجمبر 2020 وستؤدي هذه الأشغال وفق المصدر ذاته إلى انخفاض في الصبيب قد يصل إلى انقطع في التزاود بالمياع على مستوى بعض المناطق بعين ششق وسيدي معروف وبتحديد بكل من حي كاليفورنيا حي الإنارة حي الشريفة تجزئة البركة وتجزئة الظهر بعين شق مشيرة إلى أن نفس الاضطرابات في التزاود قد تعرفها أيضا بعد أحياء الحي الحسني وهي حي النسيم إسلان لساسفا بلوك آ تجزئة الباتول منطقة الصناعية بلي ساسفا وأهابت مخاطعة المعارف بكافة ساكنة هذه المناطق أخذ احتياطاتهم إلى حين عودت خدمة تزويد بالماء إلى حالتها الطبيعية مؤكدة على تعبئة فرقها بالميدان لإعادة عملية تزويد إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن وشكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة